نشرة السودان في دقيقة أهلا بكم ناظر عموم البيجا محمد الأمين تيريك يوجه رسائل شديدة اللهجة لعبدالله حمدوك وقعت وقال في حجد بحضور والي البحر الأحمر عبدالله شنقرائي إنه لا يخاف لجنة التمكين وأن شنقرائي سيستمر في منصبه وأنهم لن يقبلوا بوالي جديد حتى لو أدى اليمين أمام حمدوك الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو توجه وفتها المفاوض بالتمسك بالخيارات المطروحة في مسودة الاتفاق الإطاري التي شملت بنوتا تحفظت عليها الحكومة الانتقالية يأتي بيان الحركة عقب لقاء جمع الحلو مع مبعوثي دول الترويكا والممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة وزارة التربية والتعليم تتوقع البدء في تصحيح امتحانات الشهادة بعد أسبوعين وأكد مصدر مطلع بالوزارة أن إعلان نتيجة الشهادة الثانوية سيكون قبل عشرة أيام من بداية العام الدراسي في السادس من سبتمبر المقبل ولم يستبعد المصدر تأجيل العام الدراسي وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم يكشف عن إعادة عدد 42 باقرة من صادر الماشية خلال الفترة السابقة قبل توليه الوزارة دون أن تشكل حتى لجنة تحقيق واحدة حول هذا الأمر مقرا بوجود اختلالات كبيرة تواجه قطاع الثروة الحيوانية نهاية نشرة السودان في دقيقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة